اشتركوا في القناة امراض الضغط ارتفاع ضغط الدم وارتفاع كوليسترول والقلب خلينا نحط عنوان تاني لحلقتنا مشروع لصيانة جسمك وخلينا قبل ما نتطرك ونخش في موضوع كوليسترول وانواع وناكل ايه وناكلش ايه اطرح على حضراتكم مجموعة اسئلة هل حضرتك او حضرتك حافظ رقم تليفونك اكيد طبعا اه طيب حافظ نمرت بيتك بالقطع نعم طيب هل حضرتك عارف هتحدد او هتعمل انت معايد صيانة العربية بتاعتك اكيد برضو اه هعفظ مفردات مرتبك وعارف انت بتصرفها في ايه وبتحطها في ايه وبتعمل ايه اكيد كل الاجابات على كل الاسئلة اللي انا قلتها من شوية الاجابة اكيد بنعم هنا بقى يجي السؤال هل لو سألت حد من حضراتكم اخر مرة عملت تحليل مستوى كلسترول الدم عملته امتى طب اساسا هل حضرتك عارف نسبة الكوليسترول الطبيعية في الدم كام يمكن يكون السؤال ده معقد شويتين نسبة الكوليسترول ونسبة الكوليسترول عالي الكسافة ومنخفض الكسافة اللي عن اتكلم عليهم ان شاء الله النهاردة باجاز شديد عشان نوضح خطورة الكوليسترول وعلاقته بارتفاع ضغط الدم وعلاقته بالانضاد القلب بس خلينا اسأل سؤال ابسط من كده وزن حضرتك او حضرتك دلوقتي كام كتير جدا حسألهم حيقولوا ليه يعني ما بين 70 و 80 لكن قليل قوي مننا اللي حيكون متأكد من الرقم اللي حيقوله قليل قوي مننا اللي حيكون محافظ دايما على ان يقس وزنه على الاقل مرة واحدة في الاسبوع ويتابع بانتظام كل اسبوع معدل ارتفاع وزنه او نزوله لو سألت سؤال ابسط من كدهات كمان وسألت طب مستوى سكر الدم صايم عند حضرتك كام او تعرف يا ترى السكر الطبيعي تحديدا الصايم اقل من كام يبقى كويس واكتر من كام يبقى خطر كلها ارقام حقائق كتير جدا من انا بنخفلها احنا بنهتم قوي بارقام الاحصائيات اللي بنشوفها في الجرايد او في التلفزيون عن ارقام البورصة وصعودها ونزولها بنهتم جدا بزاة السيدات باسعار الدهب لكن ما بنهتمش ابدا ان احنا نعرف ان لو سكرنا عالي صايم عن 110 يبقى احنا داخلين في مرحلة الخطر ما نعرفش ان لو مستوى الدهون السلسية مثلا لو عالي عن 150 تبقى هنا المشكلة هي ارقام بس احنا ما بنهواش ان احنا نحفظها مش في دماغنا اساسا من حوالي اسبوع او اسبوعين كلمني احد اصدقاء المقربين جدا وهو مكتائب للغاية اتصب بيقول يا احمد في مشكلة كبيرة مجهانة قلت له ايه قال لي انا كشفت اكتشفت ان انا عندي ازمة قلبية جاه لواجع في صدره قلم مش شديد مش طبيعي مسمع في كتفه الشمال راح يعمل فحوصات اكتشف ان هو داخل في مشكلة انسداد الشرايين تاجية سألت صاحبي دوت قلت له انت نظام حياتك ايه صاحبي رد باختصار شديد جدا وقال لي انا بدخم في اليوم حوالي 30 سجارة وبشرب ما لا يقل عن حوالي 12 كباية قهوة او 12 فجال قهوة وتقريبا ما باكلش سلطة وما باكلش فواكه واغلب يومي بيبقى منهمك قوي في الشغل ومركز قوي في اللي انا هعمله وبكتفي بوجبة الغداء اخر النهار سواء من المطاعم السريعة واجبات السريعة او سواء من الفراخ او اللحوم المحمرة اللي بيتبوها في البيت صاحبي دوت الوصفة اللي هو الهالي هي وصفة ممتازة للانتحار انك تدخن كمية سجارة دي كلها وانك تشرب قهوة او شاي اكتر من 12-13 كباية في اليوم وان كل اكلك يكون معتمد على الاكل المقلي وبعيد تماما على الاليات والخضروات والكلام ده كله هي وصفة ممتازة بس للانتحار خلينا ننتفق ان احنا جوانا محدث داخلي فيه جوانا حد بيكلمنا والدليل على كده هل حد من حضراتكو سمع حد بيقوله او سمع نفسه من جوانا بتكلمه بتقوله يا عم كبر دماغك دايت ايه اللي نعمله ومشي ايه ورياضة ايه اللي احنا نعملها كل يوم وارهاق بدني وتعذيب وشربة خضار والياف كتير عمالين بنا كلها مفيش احلى من ان يوم ساعتين زيادة كل يوم ومفيش اجمل من ان احنا كل يوم الصبح ناخد لنا حتة كناتايا او بقلاوب المكسرات ومفيش احلى من ان انا بطني تبقى مليانة طول الوقت وقعت بتفرج على التلفزيون هل عمري حدرتك او حدرتك سماعتي حاجة بالشكل داوت او حسيت ان انت نفسك بتقوليك كده او لو حدرتك فكرت ان انت تسحى بادري مرة قبل ما عادت شغل بتاعك اللي هو الساعة 8 مثلا فكرت انك تسحى بدل الساعة 7 تسحى الساعة 6 مثلا وانك بدل ما تنزل على طول شغلك لأ تلبس ترينيج وتنزل تتمشى لمدة 10 دقيقة او رابعة ساعة صبح هل عمرك قاومت الاحساس دوت لو كنت من الناس اللي قاومت الاحساس دوت ووجهته فانت وقعت في الفخ والفخ نوت اللي هو استجابتك لرغباتك وشعورك الداخلي اللي بيجبلك دايما وبيجرك ناحية الاسوأ دايما في حياتنا طريقين طريق الصح وطريق الغلط مشكلة الطريق الصح انه مليان ما طبطه مليان عقبات ومش حلو وبالبلد كدوات مش لذيذ لكن طريق الصح اه طريق الخطأ مليان حاجات حلوة مليان مسليات مليان لب بوزاني مليان شوكولاتات مليان حلويات مليان دهون طيب واحنا منتكلم النهاردة في موضوع ارتفاع الكوليسترول وامراض الضغط وامراض القلب يهمني جدا ان نجهز مع بعض كراسة او ورقة نسميها رحلة الصحة رحلة الشفاء اه وتكون مش عنوانها احمد الخطيب لا لا خالص يكون عنوانها اي معلومة صحية حضرتك تتكعبل فيها تسمعها في قناة صحة الجمال تسمعها مع اي دكتور في اي وسيلة تسجلها وتكتبها ويكون ديات مرجعية لحضرتك ويكون دايما عندك المفكرة دي بتلجأ لها فاي وقت اصبت بضغط الدم تكون معاك تبقى عارف ايه هي الخطوط العريضة اللي تمشي عليها لان كتاب الدواء لمرضة ارتفاع ضغط الدم سهل جدا وان انا اكتب لحضرتك دلوقتي رشدت اقول لك كله ما تاكلش بسيط بس مشكلتنا احنا كلنا كعرب وكمصريين على الخصوص ان احنا مستمعين جيدين لكن منفذين ما بنلاقيش كتير طيب النقطة اللي يهمني ان احنا نتكلم عليها نتكلم بقى شوية علم واحنا منتكلم على امراض الضغط وامراض القلب لازم اتطرف لنقطة مهمة جدا اللي هو الكوليسترول ايه هو الكوليسترول ويه علاقته بارتفاع ضغط الدم وامراض القلب الكوليسترول بطبيعته هي مادة دهنية الجسم بيصنعها وفي نفس الوقت الجسم محتاجها اذا الكوليسترول على وجه العموم هو مش حاجة مضرة اكيد الكوليسترول هي مادة تصنع اساسا جوا جسمنا وجسمنا محتاجها عشان اغلب الخلايا بتاعتنا متكون اساسا من مادة الكوليسترول طيب هو مشكلته ايه دكتور مشكلته باختصار ان فيه نوعين من الكوليسترول كوليسترول عالي الكثافة ودهوت اللي احنا بنسميه طبيا الكوليسترول المفيد وكوليسترول منخفض الكثافة ودهوت اللي تطبيا بنسميه الكوليسترول الضار لو الموازين اختلت في الحكة دي بتحديدا ومستوى الكوليسترول الدار اللي هو أنهي اللي هو منخفض الكسافة عالي ومستوى الكوليسترول عالي الكسافة اللي هو المفيد قلي شويتين هنا هتحصل مشكلة وهنا تبتدي ارتفع مستوى الكوليسترول الدم وتحصل مشكلة ارتفاع الضغط الدم طب إيه علاقة الكوليسترول بموضوع ضغط الدم حنتخيل الورقة دي onde forgave الوقتي. عملتها على شكل انبوبة زي ما انا موضح في الشاشة كده وت. ونعتبر ان دوت دوت الشريان. او دوت القطر بتاع الشريان. الدم ماشي فيه بيسري بطبيعية جدا بيخش من ناحية القلب ولا يكن هو دوت القلب. وبيخرج من ناحية الدنيا عشان يغزي الاعضاء. ايه اللي بيحصل? اللي بيحصل ان حضرتك او حضرتك لما بتتناول كمية كبيرة من النشويات بتتحول لدهون. ولو تناولت اساسا كمية عالية من الدهون المشبهة زي السامنة النباتي وزي السامنة الحيواني طبعا. اه وزي الحاجات المقلية كتير. هتترسب في النهاية الامر الحاجات دي كلها على شكل طبقة دهنية. على شكل طبقة دهنية بالمنظر دهوت. تخلي الكتر بتاع الشريان بدل ما هو بالمنظر ده? لا. يبتدي يصغر 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 بالشكل ده. لان المواد ده عمالية تترسب عليه. فبتدي الكتر الانبوبة زي ما متوضح على الشاشة قدام حضرتكو يبتدي ايه? فايه اللي يحصل? تخيل حضرتك دوت خرطوم حنفية. خرطوم حنفية واسعة. اندفاع المية ضعيف. حضرتك ضغط على خرطوم حنفية او قللت القطر بتاعه بالمنظر ده ها. هيحصل ليه لضغط اندفاع المية? هيزيد. اذا قطر الشريان نفس القصة بالزبط بتحصل. اترسبت شوية دهون على الجدار بتاع الشريان دوت. قطر الشريان قل. فضغط الدم بديهي اللي ماشي نوت ارتفع. طب هل دوت يا دكتور هيعمل مشكلة? اه طبعا. ارتفاع ضغط الدم لوحده هيخلي القلب يتعب. لان القلب اللي انا وضحته من شوية موجود هنا هو كان بيزوق الدم في الشريان. كفاءة القلب وهو بيضخ الدم هتضعف شوية شوية. ومن هنا علاقة الكوليسترول بارتفاع ضغط الدم وامراض القلب هي علاقة واضحة ما فيهاش جدال. طيب ليه بيرتفع مستوى الكوليسترول وبيهبط? كلنا عارفين ان ظهور اي مرض على اي حد في الدنيا كلها حاجة من اتنين. يا امتا وراسة يا امتا آآ خلل في النظام الغذائي او عوامل بيئية اخرى. الوراثة ومش هنقدر نتحكم فيها. خلاص. والد حضرتك او والد حضرتك او والدتك مصاب بارتفاع الكوليسترول الوراثي. مش هنقدر نغيره. لكن نقدر نحكمه قوي ونحن مصغيرين بشوية الارشادات اللي هنتكلم عليها في الجزء التاني من الحلقة. الجزء الاساسي والعامل اللي في ايدي انا اللي اقدر انا هتحكم فيه وغيره وظبطه هو العوامل البيئية الاخرى. اقلل تماما تماما شرب القهوة. فيه ابحاث عن مية جديدة بتقول ان فنجال واحد من القهوة بيحمي من امراض القلب وبيحمي من امراض السرطان لم تثبت هذه الحقائق لحد الان. ولكن هنمشي على كلام اللي بيتنشر وحنقول ان فنجال واحد من القهوة قد يحمي لكن اكتر من كده هيبقى خطر. شرب السجاير ما ينفعش ابدا ابدا ان حضرتك تاخد قرار ايقاف شرب السجاير على مدى 3-4 شهر وعمال بتفكر اوقف ولا موقفش. طيب اخليهم من عشرين سجارة لعشرة. لا. السجاير مش ادمان. السجاير تعود. واثبتت بالدليل القطع ان هي ليست ادمان. والدليل ان احنا اول يوم في رمضان. المدخنين مننا. اعتقد ان هو بيوقف في السجارة لحد ازان مغرب. وبينجح تماما. صاحب يشعب ببعض العصبية وتوتر. لا لا ساعة وقت الافطار لحد وقت الافطار. حد ما يتدي يشرب السجارة بتاعته. بس اوت في القهوة في الاخر هو تعود نفسي وليس عضوي. فرقم واحد. القهوة كلنا ما تولدناش بنشرب قهوة. كلنا ما تولدناش بنشرب سجاير. ازان هي عادة احنا اكتسبناها. ازان سهل جدا. ان انا اشيل العادة ديت واخط بدالها عادة تانية. طيب شرب القهوة. ايه اللي انا ممكن احطه بداله آآ ويبقى بديل جيد. شرب الشاي الاخضر. حتات حكوا تبتسموا تقول لي بس شرب الشاي الاخضر طعمه مؤذي جدا ومؤذي جدا. هقول لك ركز قوي. انت حضرتك دلوقتي او حضرتك بتتفرج على الحلقة. يا انت نضايع من وقتك حوالي اربعين او خمسين دقيقة. عشان تسمع كلام قد يفيدك ان شاء الله. ازان نحاول ننتقل من محارة السماع ونتعاهد على كدوات. ان احنا ننتقل من مرحلة السماع الى مرحلة التنفيذ. ان سكافية طول النهار والليل. الشاي الاحمر طول الوقت. حاجات كلها مدرة بالقلب. لكن لو استبدلنا الحاجات ديت وحطينا بدالها شي اخضر. آآ حطينا بدالها فواكه والياف. نجاحنا ان احنا نتغلب. نشيل وقت اللي بندخن فيه. ننزل لنتمشى ولو خمس دقايق. ما السجارة تدخنى بياخدله من دقيقتين لتلات دقايق. لو نزلت حررتك طلعت السلة ومنزلته تلات اربع مرات في اليوم. تأكد ان خلال شهر صحتك هتختلف تماما. سالمشكلة ان احنا كلنا عفوا في الكلمة. بنصمص شفايفنا وبنتسم وبنتحصل على احنا فيه. وفي الاخر بنخرج من حلقة واحنا ما بناش حاجة. ودي كارسة لحد ذاتها. فعايزين نتعاهد النهاردة واحنا بنبتدي في اول كراسة. كراسة رحلة للصحة. رحلة الشفاء. ان المعلومات اللي حنقولها النهاردة نبتدي نلتزم بيها. نبتدي نركز فيها. نرجع من موضوع نا تاني. الكوليسترول اتفقنا ان هو موضوع نوعين. كوليسترول عالي الكسافة وكوليسترول منخفض الكسافة. واتفقنا ان الضار منهم اللي هو منخفض الكسافة. طيب اوصل ازاي? ان انا مبدئيا بدون دخول في تفاصيل اكل. ان انا اقلل نسبة الضار وعالي جدا نسبة المفيد بدون دخول في المسميات. ابسط حاجة لتقليل نسبة الكوليسترول للضار واحد ازود جدا نسبة الالياف خلال اليوم. طيب اوصل الله ازاي دكتور طبق الصلطة الممل دوت انا ما بحبش طبق الصلطة. كتير جدا جدا هيقوله دي الكلمة دي. احنا ما بنقول اساسا سلطة. هقول لحضرتك طب انت ما تحبيش مثلا الخيار? هتقول لي لأ ممكن اكل الخيار كده. انا مش عايز اكتر من كده. انا عايز شوية الالياف دي تمت اوزها على خمس ست مرات في اليوم. فطار معا خياراية وطمط ماي. اكلها لوحديها. فطرت مسلا ساعة نقول تمانية صبح او تسعة صبح. عشر احداشر اتناشر. ما تعديش الساعة اتناشر. لو انا واكل اي حاجة تانية عالية الالياف. افضل حاجة في الفواكع عالية الالياف. وممكن جدا البنات بالذات والسيدات اللي شنطهم كبيرة. وبتحرقوا بسهولة. يقدروا ياخدوا معاهم التفاح. التفاح لا خضر تحديدا. ممتاز كمضاد اكسرة. كمنظف للشرايين. مفيد جدا 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 لمرضى السكر ومرضى الضغط ومرضى القلب. آآ وجبة ممتازة تحرك المعدة. هنكمل طبعا بقية اليوم ولكن بعد الاتصال الهاتفي. مدام سعاد. مدام سعاد اهلا بل حضرتك. مدام سعاد. واضح الاتصال قطع. طيب. هنكمل. كنا بنتكلم ازاي احصل على نسيجة ممتازة في الدايت آآ في ال آآ وانا بعمل آآ محاولة لتقليل نسبة الكوليسترولي اللي ضار. اتفقنا انها هزاود الالياف. واتفقنا على زاود الالياف. حوز عيومي مزبوط. حوز عيومي مزبوط ازاي? هفطر. وهتغدى وهتعشها. هفطر الفطار اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي مناسب بمرضى الضغط. ولكن هبقى انطعمه بشوية الالياف. شوية الالياف ديت على شكل خياراية. طمط ماية جزراية. هاخد سناك واجبة بينية اللازم. والسناك ديت تكون على شكل فكهة جزراية تفحاية. هتغدى. على قد ما اقدر هاخد طبق صلطة كبير. طب لو ما بحبش طبق الصلطة. عادي جدا. هاخد طباط من وحديها. وحاكل الخيار لوحدي. وححاول ان انا ادخل الفلفل الالوان على قد ما اقدر فاكلي. اقطع بالرز. احطه مع بعض الاسماك. اذا كنت ما بتقبلش طعمه بالشكل دوت. وان كان التعاود على الصلطة امر سهل جدا. اللي انا قلته في الفطار هكرره بالملي في العشر. واللي تقال في الوجبة البيانية الاولانية. هتكرر زي ما هو في الوجبة البيانية اللي بين الغدا والعشر. طيب. بالنسبة للكوليسترول المفيد. اللي هو عالي كسافة. ازاي اقدر ان انا احقق الكوليسترول دوت او ان انا اعليه في دمي. اول حاجة من البديهيات ومن الاسلوب الصحيح لزبط الموضوع دوت. ان انا يكون عندي قدرة على الاستمرارية في النشاط البدني. كتير جدا 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 من انا. بيجيبوا الاجهازة الرياضية. بالذات اللي هي تعتمرين البطن. ويجيبها ويبقى حماسي جدا ومبسط قوي منها. ويعني اه سعيد ان هو جاب الجهاز دوت واشتراه. لكن لو حضرتكم كلكم لاحظتم. اعلانات التلفزيونات كلها بتصبوا في نقطة واحدة. جهاز منزلي لتقوية عضلات البطن. من مميزاته. واحد. سهل التخزين والطي تحت السرير. لان هو بيلعب على قلية المشاهد المصري. لان هو مدرك تماما ان حضرتك حجيبه ارضاء لضميرك. ولكن مش هتعمله. مش هتستخدمه. هتستخدمه اسبوع. عشر تيان. لو سألت اي حد من حضرتكم دلوقتي. سوى طبعا مفيش اتصال واضح فمش هسمع الاجابة ولكن انا متأكد ان زي غالية ما هكون الاجابة. اللي فيك ويعرف حد او حد زميله او قريبه. عنده مشاية في البيت او عجلة. اتحدى ان نكون استعقدمها اخر ست شهر على الاقل. او لو كان استخدمها ممكن نكون استخدمها مرة او مرتين خلال ست شهر الاخيرة. ولكن هي في اغلب الوقت مركونا في زاوية من زاوية الاودة. لان احنا ما عندناش آلية. ما عندناش برنامج يومي ان احنا ننفزه عشان نوصل لمستوى البدني لائق. اذا كنت حضرتك بتدفع فلوس الفين تلات تلاف في شراء ادوات وزيارة دكاترة وادوية كتيرة جدا تم توفر كل الكلام ده وتكتفي بالمشي. المشي فقط كل يوم نص ساعة. امهاتنا او ابهاتنا اللي بيعانوا من زيارة في الوزن قوي. وعندهم خشونا في الركب. هقولهم اجنوا مرحلة المشي دي شوية. بس سعيب جدا ان بنوتها تبقى بتتفرج عليها للوقت. عندها خمستاشر او تمنتاشر او عشرين سنة. وبتعاني من خشونا في المفصل. كارثة. ابتلي نزلي وزنك حالا. واوعي تلجائي للرجيم الكيميائي لانه مضر جدا. ابتلي نزلي وزنك شوية شوية لو فقدت كيلو كل اسبوع. ابتلي اعملي دايت. وكلمة دايت النصفش معناها حجمان. معناها تاكلي كل حاجة. كل حاجة بلا استثناء بس بكيميات قليلة جدا. ما عندكيش فرصة ان انت تمشي عشان ظروف البلد والاحداث والجو والاخره. عندك فرصة ممتازة جدا ان عندك سلم في البيت تقدري تطلعي تنزلي طول النهار على الاقل عشر اتناشر مرة. هيقوي جدا عضب القلب. هيحسن الدور دموية. هيبقى ممتاز جدا في رفع مستوى الكوليسترول النافع. طيب. كتير جدا هيتصلوا وحيسألوا كتير جدا في دماغهم دلوقتي طيب هناكل ايه ومش هناكل ايه? احنا معنا الكراسة ومعنا القلم ومعنا جدول. هنركز فيه قوي وحنقول ايه ملامحه. ملامح الجدول دوت ان احنا اغلب المنتجات الاكل اللي احنا بناكلها ما بتخرجش غالبا برا ستة حاجات. اول حاجة منتجات القلبان. منتجات القلبان عندي فيها حاجات كتير جدا عندي جبن القريش وعندي اللبن وعندي الزبادي وعندي القشطة وعندي السامنة. طب منتجات القلبان هنا هنوات. اكل ايه يا دكتورو ماكلش ايه? منتجات القلبان احرص تماما ان دايما يكون في دولابك او في تلكتك علبة لبن خالد دسم ما بتنقطعش من بيت حضرتك خالد دسم مش كامل دسم الناس اللي بتحب تفطر الصبح او تتعشب الليل زبدياية ياريت يبقى زبادي لايت فيه ناس كتير جدا بتحب زبادي البلدي اللي هو عليه طبقة قشطة طعمه جميل بس ما اعتراكم الزمن ومرور الوقت هتعمل مشكلة وحترفع الكوليستيرول في الدم اذا بديه لازم 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 حضرتك تحب نفسك اكتر ما تحب مذاق الطعام تحب صحتك اكتر ما تحب رغبتك يبقى اول نقطة واحنا منتكلم منتجات الالبان عندي كامل الدسم وعندي خالد دسم الالبان والزبادي لازم دايما اللي انا مختفز به علبة خالد دسم ومنتجة بكمية جبيرة وكل انواع الالبان تقريبا دلوقتي فيها خالد دسم الاجبان فيه جبن القريش كتير جبدا من انا ما بيستطعموش طعم جبن القريش عشان ملحاها قليل خاصة ان الملحاها ديت هنتكلم عليها بكتير وحنمتكلم في جزء الضغط يهميني قوي في جبن القريش عشان حركة تستطعمها انك تضيف عليها زيت خيضيف للقيمة بتاعت جبن القريش طبعا حضراتكم عارفينه اللي هو زيت الزتون طعمه ممتاز اضافته لجبن القريش مش بكمية كبيرة حيضيف وجبة عذائية ممتازة خاصة لو تقطع لها كمان شرع الخيار في المقابل الجدول الدار عندي جبن الرومي عندي جبن شيدر عندي جبن ريكفورد بالذات الناس اللي بتاخد ادوية الضغط ممنوع تماما ياخدوا جبن ريكفورد و جبن شيدر ممنوع نهائي بتتعارض مع ادوية الضغط ده الشقة الاولين الشقة التاني من المنتجات اللي احنا بناكلها غالبا منتجات اللحوم وهنا بتتقسم للحوم حاجتين اللحوم الحمرة ديت جنب طبعا الجنب الضهر طبعا واللحوم البيضة ودوت الجانب الجيد اللحوم البيضة بيمشي معاها الاسماك ومش اي اسماك سمك البلطي مفيد جدا 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 سمك الفلاة رائع جدا اسماك التونة اللي مش معلبة من الاسماك الغنية جدا جدا بالمادة اوميجا ثري اللي بتنظف تماما دورة دموية بتاعتنا من الكوليسترول في الجانب التاني الجانب المضر اللحم الحمرة بس هال يا دكتور ده معناه ان احنا مش هناكل لحمة حمرة خالص الاجابة قطعا لقا اما الحناتناول ايه وحناكل ايه اللحمة الحمرة اللحمة اللي بتلله ممتازة وجيدة جدا لانها قليلة الده لكن اللحمة اللي بتبقى كلها طبقات دهون وستات البيوت عارفينها كويس قوي وهم بينققوها بيبقوا عارفين ان اللحمة ديت مليانة دهون ارجو ان احنا نبتعد عنها على قد ما نقدر الارانب حاجة ممتازة في الجانب اللحم البيضة في المقابل البط والوز حاجة دهنياتها عالية وبترفع مستوى كله السلو بشكل ومبلغ فيه سندوتش المخ والجنباري اللي احنا بنحرص عليه احيانا بالدهونه عالية ده معناه ان انا امنعه خالص وقالله خالص ده معناه ان احنا لازم نقلل شوية في اكلنا طيب البيض حناكل بيض بدون السفار النقطة ثالثة الدهون والزيوت اطبخي يا ربة البيت او ست البيت بزيت الدورة برحتك خالص لكن ابعديني خالص عن السنن النباتي والمنتجات الدهنية النشويات كل عيش وكل مكارونا وكل رز بكميات معقولة لكن ابعد على قد ما تقدر عن الكيك والبسكويت الفاكهة دايما نخلي فاكلك فاكهة طازة ابعد خالص عن فاكهة المعلبة عشان موضوع السوديم اللي بتحتويه حاول على قد ما تقدر ان احنا يبقى يكون في اكلنا في نسبة خرشوف زي ما اشارنا من شوية في السلطة الخرشوف مادة ممتازة جدا لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم وكمان دقيقة او دقيقتين حيتعرض على الشاشة نظام دايت فطار وغدا وعشا مناسب جدا 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 لمرضى الكوليسترول وارتفع ضغط الدم اعتقد ان الصورة جاهزة وهتعرض على الشاشة بالوقتي خلينا نتكلم على الفطار الفطار عندنا بليلة بليلة طبع عبارة امح هيضاف عليه لبن منزوع الدسم ممكن نحط عليه معلقة سكر واحدة هناخد قطعة جبنة قريش في الفطار لكن لو ما نحبش قطعة جبنة القريش ما فيش مشكلة خالص اربع معلق فول هي البديل الرائع لجبنة القريش هنضيف عليها نص رجيب بلدي يبقى كده وجبة افطار متكاملة بس يضاف ليها سمرتين خيار وسمرتين طماطم على الاقل بعد كده هوت هننتقل طبعا لوجبة الغداء وجبة الغداء هتتكون من طبق صلتة كبيرة طبق صلتة كبيرة يا ديت لو احنا بنكتب دلوقتي ان نحرص ان يحتوي على الاقل على الاربع حاجات ديت رقم واحدة خرشوف رقم اتنين البقدونس رقم تلاتة حلقات البصل رقم اربعة الفلفل الالوان جميل جدا ان انا يكون في طبق الصلتة بتاعي الاربع ممكن نوده الخرشوف والبقدونس حلقات البصل والفلفل الالوان شربة الخضر لازم تتكون من بسلة جزر كوسة التلاتة دول اساسين مفيش مانع ابدا ان انا حط قطع بطاطس قليلة في الطبق دوت اخر حاجة في يومي دوت هيكون طبعا وجبة العشاء وجبة العشاء المثالية والنموذجية هتحتوي على زبادي خال الدسم جبنا بيضة منخفضة الدسم وياريت منخفضة الملح او لو عايزين ننوع ومش كل يوم هيبقى زبدياية وحت الجبنا بيضة هناخد شربة عتس في المساء خاصة ان احنا كمان شهر او شهرين هيخش علينا شهر عفوا الفصل الخريف فهيبقى شربة العتس شربة او وجبة مناسبة ممتازة لليوم ختاما الرشدة الاخيرة اللي ممكن نتكلم فيها بوضوح وتبقى هي الاطار العام لحياتنا لارتفاع مرض ضغط الدم والقلب اول حاجة ما تملاش معدتك بالاكل اوعى تقوم من على الاكل وانت مش قادر تتحرك كل لحد ما تبتدي تحس بمرحلة الشبعة اكتر من كده حيتحول الى دهون تتراكم في جسمك دايما كل وجبة خفيفة ومتكررة احنا في النظام الغزائي اللي احنا عرضنا من ديقتين على الشاشة انا قلت افطار وغدا وعشا فين الوجبات البيانية احنا انتفقنا على الوجبات البيانية فيه فاكهة دايما ما بين الفطار والغدا والغدا والعشا فيه شي اخضر دايما باكتات موجودة مع حضرتك او مع حضرتك بوقت موجودة كتير قوي في الصيدليات دايما موجودة معاك في الشغل وفيه كاتل في الشغل طبعا فتشرب 3-4 كبايات شاي اخضر في اليوم ممتاز جدا الوجبات الخفيفة مش شرط تكون حاجات طعمها مش لطيفة زي الشاي الاخضر ممكن تكون علبة عصير بس بدون سكر التوم التوم الوصفة التالتة بعد ما تملاش بطنك بالاكل وبعد احرص على وجبات الخفيفة احرص دايما على فص واحد من التوم يوميا قبل او بعد الفطار حيمنعك فص التوم دوت من زيارتنا في العيادات فص التوم دوت لازم يكون طبعا ناية مش مقلي مش متسوي في النار لان بيفقد قيمته الغذائية تماما بعد ما بيتسوي على النار مهم جدا ان احنا نوقف فورا كل الحاجات المضرة اللي احنا بنتناولها ودي تبقى الوصفة الرابعة الوصفة الخامسة والاخيرة ادي نفسك فرصة انك تكتشف ان انت جواك رياضي جيد حاول ان انت يوميا يكون عندك نص ساعة ونوعد بعض ونتعادة النهاردة نص ساعة من الرياضة ستات البيوت اللي بيسمعونا دلوقتي لو ما عنديكيش قدرة ان انت تتحركي وتنزلي وتتمشي ولسه هتلبسي وتلف الترحة وتنزلي كل دوت مبررات ملاش معنا حضرية تكسكنا شقة ممكن تتحركي في القوضة رايح جاي طول النهار من الطرقة دية للطرقة دية من القوضة دية للقوضة التانية احنا اللي بنخلق المبررات واحنا اللي بنقول الاعذار بس في الاول في الاخر هو جسمك هو جسم حضرتك قبل ما اختم الحلقة مش عايز انسى اصدقائنا مرضى الضغط ومرضى القلب ومرضى السكر هيضايقوا جدا وهيقول لي طب انا كده محروم من كل الحلويات لا في حلويات ممكن ناكلها مش هتأثر قوي على ارتفاع الضغط الدم ولا ارتفاع الكوليسترول لامراض القلب ممكن ناخد طبق جلي واحد يوميا ممتاز مادة جيلاتينية هتساعد على خفض نسبة الكوليسترول الايس كريم وان كان كتره لمرضى السكر مش محبز ولكن لمرضى الضغط ومرضى القلب اعتقد ان هو هيكون حاجة واضافة جيدة خد قرار النهاردة بان انت داخل على حرب على الدهون حرب على الكوليسترول مش معنى ذلك ان احنا نقللها خالص ان احنا عفوا ان ننعها خالص معنى ذلك ان احنا نسبتها ما تزدش عن 30% من جسمنا دايما حط في بالك انا عندي قدرة على التغيير انا عندي القدرة ان انا اتطور للاحسن انا ربنا سبحانه وتعالى خلقني بامكانيات ممتازة ليه ما استغلهاش دايما زي ما دكتور إبراهيم الفائق الله رحمه كان دايما بيقول عيش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك عيش بالتفاؤل ان بكرة احسن وان بكرة هتعدل من سلوكك سلوكياتك الغذائية هتتحسن هتتحسن بس قرارك هو نقطة انطلاقك وتغيير الحياة مفيش اسهل منه الوصفة الغذائية حضرتك كتبتها سهلة وبسيطة بس تنفذها هو اللي محتاج صبر واستمرارية دايما يكون عندك دافع يكون عندك الرغبة يكون عندك الاسرار ان انت هتعمل للمرة التانية والتالتة والاخيرة انت جواك كإنهايل جدا يقدر يعمل معجزات والدليل على كلامي ان اللي بيوصل لارقام خياسية وبيعبر المنش وبيعملوا ارقام محدش يتخيل ان حد يوصل لها بييجي تاني سنة حد ويقدر يكسر الارقام ديت اذا ما فيش مستحيل في حاجة اسمها القدرة ولا قدرة في حاجة اسمها الرغبة ولا رغبة اتعشم ان احنا نكون اخدناكم اتعشم ان احنا نكون وصلنا معلومات طبية بسيطة احرص تماما دايما في اغلب الحلقات اللي بقدمها على قناتكم مفضلة صحة جمال ان انا اقول معلومة هي مش طبية ساقة عشة من احنا نلتزم بيها نغير تلاجتنا نغير دولات مطبخنا مش مقصود بيها ان انا اروح اغير التلاجة شخصيا اغير محتويات التلاجة بدل ما مليانا جبنا مسلسات وجبنا عالية الدسم ابتدأ اخطي فيها الاجبان منخفض الدسم بدل مسدت البيت تبقى مخزنة على بالسمنة في الدولاب تغير المحتويات دولابها بانواع زيوت مفيدة زي دي الزيت الدورة وزيت الزاتون اسلوب طبخك يتغير بدل ما الاكل يبقى مسبك ما فيش مانع ابدا ان هو يبقى ستيه نايف نايف ما بقولش نعمل شربة خضار يوميا لا طبق الخضار الستيه اللي هو طبق الخضار اللي مش متسوي بدون سمنة وزيت وكل ستات البيوت عارفين اللي هو اقصد على البخار منهجية الحياة واختيار نوع اكل 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 يعني اكلنا هيفرق جدا معانا الفترة اللي جاية انواع الاسماك مهمة جدا ان احنا نختارها بعناية ونبعد تماما الاسماك الدهنية في نهاية الحلقة نتعاهد كلنا ان ان شاء الله الفترة الجاية هنكون الاحسن ونلتزم بقدر المستطاع بكل النصايح اللي احنا تناولناها مع بعض النهاردة اشوفكم بالف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى